السلام عليكم. هذا الفيديو بالنسبة لليوم هو تتمة للفيديو السابق الذي بدأنا فيه كيف نحدد مجموعة تعريف دلة. عندنا الدلة اف دو ايكس يساوي واحد زائد اثنان اكس على خمسة ناقص اكس في ثلاثة اكس ناقص اثنان. المطلوب هو تحديد مجموعة تعريف هذه الدلة. اذا في هذه الحالة د اف هي مجموعة الاعداد الحقيقية التي تنتمي الى اغ بحيث يكون المقام مخالف للصفر. تكون هذه الدلة معرفة اذا كان المقام مخالف للصفر. يعني خمسة ناقص اكس في ثلاثة اكس ناقص اثنان تخالف صفر. اذا ماذا تعني خمسة ناقص اكس في ثلاثة اكس ناقص اثنان يخالف صفر. وثلاثة اكس ناقص اثنان مخالف كذلك للصفر. اذا عندي خمسة ناقص اكس يخالف يعني ناقص اكس يخالف ناقص خمسة. ننقل خمسة الى الطرف اخر فتصبح سالبة. وثلاثة اكس مخالفة لاثنان نفس الشيء. نقل ناقص اثنان الى الطرف اخر فتصبح موجبة. ماذا يعني ذلك يعني ان اكس تخالف خمسة نضرب هذا الطرف في ناقص واحد تعطني اكس وكذلك ناقص خمسة في ناقص واحد تعطني خمسة للتخلص من اشارة ناقص. و اكس مخالف نقسم هنا على ثلاثة وكذلك الطرف اخر على ثلاثة للتخلص من ثلاثة في هذا الطرف. فيبقى عندي اكس. هنا كذلك نقسم على ثلاثة فيصبح عندي اثنان على ثلاثة. اذا لكي تكون هذه الدلة معرفة. يجب ان يكون اكس مخالف لخمسة وكذلك اكس مخالفة اثنان على ثلاثة. اذا مجموعة تعريف هذه الدلة هي المجال ناقص ما لا نهاية. اصغر عدد هنا هو اثنان على ثلاثة. اذا ناقص ما لا نهاية. اذا اثنان على ثلاثة. اتحاد اثنان على ثلاثة. خمسة. اتحاد خمسة زائد ما لا نهاية. ممكن كتابة هذه مجموعة التعريف بشكل ثاني وهو الدائف يساوي المجموعة اه مجموعة مجالات. ممكن في ورقة الوسخ. كتابة رسم المستقيم مستقيم عددي. عندي هنا اثنان على ثلاثة. وعندي خمسة. اذا مجموعة الاعداد الحقيقية الا العددين اثنان على ثلاثة وخمسة. لهذا اثنان على ثلاثة اثنان على ثلاثة وخمسة. اذا الان نمرو الى المثال الثاني. عندنا. فدو اكس. يساوي ثلاثة اكس على اكس في اكس ناقص اربعة. في هذه الحالة مجموعة التعريف لهذه الدالة. هي مجموعة الاعداد الحقيقية التي تنتمي الى اه. بحيث اكس في اكس ناقص اربعة يجب ان يكون مخالفة للسفر. نفس الشيء. المقام دائما دائما يجب ان لا يساوي سفر. يعني غير منعد. اذا ماذا يعني اكس في اكس ناقص اربعة يخالف سفر. يعني ان اكس يجب ان تكون مخالفة للسفر و اكس ناقص اربعة مخالفة كذلك للسفر. اذا اكس ناقص اربعة مخالفة السفر. يعني اكس مخالفة لأربعة. ننقل نقص أربعة للطرف آخر فتصبح موجبة. ما هي مجموعة التعريف في هذه الحالة؟ كذلك ممكن أن تستعينوا بمستقيم عددي أو مباشرة نكتب ناقص مالا نهاية أصغر عددين هو الصفر إذا ناقص مالا نهاية صفر إتحاد صفر أربعة دائما صفر وأربعة إلى لا ينتمين إلى المجل إذا المعقوفة تكون إلى الخارج إتحاد أربعة زائد ما لا نهاية هذا الجواب بالنسبة للدلة الثانية نمر الآن إلى الدلة الثالثة عندنا هنا دلة أخرى يساوي إكس على ثلاثة إكس مربع زائد إكس زائد إثنان ما هي مجموعة التعريف في هذه الحالة؟ الدائف يساوي مجموعة آداد إكس التي تنتمي إلى أغ بحيث ثلاثة إكس مربع زائد إكس زائد إثنان يجب أن يكون المقام غير منعدم ثلاثة إكس مربع زائد إثنان مخالف للصفر إذن عندي هنا حدودية معادلة من الدرجة الثانية سنقوم عندنا هنا حدودية ثلاثة إكس مربع زائد إكس زائد إثنان إذن يجب أن نحسب المميز دلتا الذي يساوي بمربع ناقص أربعة آس بي كم تساوي هنا؟ تساوي واحد مربع ناقص أربعة في آ هي ثلاثة في الس هي إثنان س هي إثنان لأن على شكل آ إكس مربع زائد بي إكس زائد إثنان آ يساوي ثلاثة بي يساوي واحد والس يساوي إثنان إذن بمربع هو واحد مربع ناقص أربعة في ثلاثة في إثنان يساوي كم واحد ناقص أربعة في ثلاثة إثنى عشر إثنى عشر في إثنان هي أربعة وإشرون يساوي ناقص ثلاثة وإشون تلاحظون عندي دلتا هو سالب لما تجدون أن دلتا أي يعني المميز هو سالب إذن مباشرة فعندنا المقام هو مخالف للسفر إذن في هذه الحالة ساوي مجموعة تعريفية مجموعة مجموعة أدات حقيقية نمر إلى المثال الرابع عندي أفدو إيكس يساوي إكس مربع زائد إكس زائد واحد على إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد ثلاثة للنفس الشيء الدائف يساوي مجموعة أدات التي تنتمي إلى آر بحيث يكون المقام غير منعدم زائد ثلاثة مخالف للسفر يجب أن يكون المقام مخالف للسفر نفس الشيء نقوم بحساب دلتا يساوي بب مربع كم يساوي بب هنا هو ناقص إثنان مربع ناقص أربعة في واحد في ثلاثة يعني أربعة ناقص إثنان عشر يعني ناقص ثمانية دلتا نفس الشيء كما في المثال الثالث وأصغر من السفر إذن في هذه الحالة دي دو أف يساوي المجموعة أخ نمر إلى المثال الخامس عندي أفدو إيكس يساوي إكس مربع ناقص إثنان إكس على إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد واحد إذن في هذه الحالة عندي دو أف يساوي المجموعة أداد إكس التي تنتمي إلى أخ بحيث يكون المقام مخالف للسفر ناقص إثنان إكس زائد واحد مخالف للسفر إذن عندي هنا إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد واحد تخالف السفر يعني ممكن أن نكتب إكس مربع ناقص إثنان إكس زائد واحد تلاحظون أنها على شكل أ مربع ناقص إثنان آ بي زائد بي مربع إنها على شكل متطابق الهامة أ ناقص بي الكل مربع إذن إكس ناقص واحد مربع تخالف سفر يعني أن إكس ناقص واحد يجب أن يخالف سفر إذن إكس تخالف واحد إذن عندي الدائف ناقص مال نهاية إلى العدد واحد إتحاد واحد زائد مال نهاية جميل ذائد مال نهاية إلى العدد